وانعكاز ده على الأداء ونتائج في المباراة ما خلاص أسأل مسألة خلاص انتهت وإحنا من الكلام ده وناه من بدري إذا الأهلي كان أمام وفوه حتى ولما كان في فرق نقطة لما توصل الأمر لأنه بقى في فرق النقطة فأصبح النهار ده الأهلي عايز تكسب البطولة تكسب كل ما تشاته وده الأهلي بلعب بالطريقة دي خلاص زي ما قال كريم هي مباراة كووس يعني أنت ما عندكش أي فرصة لأي حاجة تانية في أنك تعاود هو خال اللي فاضل ده ماتش الإسماعيلي وبعد كده المقولين وبعد كده زي ما اللي فهي نهاية موسم هو موسم صعب على كل الحقيقة طب هل حضرتك على المستوى الشخصي شايف الروح أفضل في الملعب الأداء الرغبة في تحقيق الفوز أو حسم اللقاءة 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 المهمة جدا واضح طبعا أنت لما بتشوف الرغبة والروح والكلام ده كله بتشوفها أنك أنت بتبقى ماتش زي اسموحة أنت الآخر بتلعب ماتش متأزم جدا فتلعب آخر نافل زي ما بقوله يعني وهي دي سمت دايما الفرق اللي بتبقى بتلعب على بطولة يعني وده شوفنا في المباراة اللي فاتت كمان بضغط الفريق محاولة تعزيز الهدف ده هدف تاني أمام أمبي لضمان الفوز أو تأكيد الفوز عشان ما تحصلش أي مفاجئة يعني بس هو طبعا يعني أنا مش عارف يعني هم بعد ما نخلص من الماتشين دولت وحيبق فيه متأزم يعني أنا ما عارفش الحقيقة لاتحد الكور حيعمل إيه إنما في الأول وآخر في الست أسابيع دول طيب أنا مثلا حعمل فيهم مع أسكر أنا سامع الأهلي حيطلع يعمل مع أسكر طيب أنت هتدي راحة وحتعمل فترة تعداد بديدة ولا هتدي راحة سلبية وتعمل فترة من أول لبديد ولا أنا حياة وحنا كنا من أسبوعين تلاتة نتكلم مع حضاك يمكن حلقة كاملة عن الموضوع ده كيف يتم ترتيب أحوال الفرق واستعداداتها للموسم الجديد وتحديد كمان مصير أبطال البطولات لا ما هو دائما عشان كده النهاردة يعني أنا لما طلبت من عمر بنول إنه هو يعمل للمسابقات الاتحاد الفريقي إحنا قدامنا دلوقتي فترات التوقف أسوأنا إحنا بنخترع شيء يعني أنا عايز أقول وبعدين محدش يقول لي وحننسى خلاص مش هنتكلم عن الموسم اللي فيد ده إنما الموسم البديد الموسم البديد إنما بجي عمل لدوة المباراة الدوري بعمله إزاي أنا بشوف الخريطة الدولية الأول اللي بتاعت التوقفات المنتخب الرسمية والتوقفات اللي بتتعمل عشان المباراة الودية المنتخب عندنا ونقدر نقولها للسادة المشاهدين بنيني لقى الأجندة الدولية يعني لما تيني بصف الأجندة الدولية اللي قدامنا دي هتلاقي عندك أول خطبالك عندك من 3 إلى 11 أول توقف من 3 إلى 11 يونيو عشان دور الأمم الأوروبية ده واقف بتوقف انت في التوقف ده يعني كله بيسمع الكلام وبيوقف مباشر فيه ماتشات بتعمل فيها ماتشات المنتخب والدية عندك التسلسامات الدولية عندك أي حال وعندك كسر الأمم من 21 يونيو إلى 11 يونيو نروح في شهر أغسطس حتب بداية انطلاقة في أغسطس الأدوار التمهدية الدورة الأبطال والكونفدرالية طيب في ستمبر بقى الأجندة الدولية حتلاقي عندك توقف من 2 إلى 10 ستمبر في الأجندة الدولية أنا أصد أقول إن ده موجود يعني أنا النهاردة ده موجود فانت بتيني تشوف في قريط النتيرة بتاعت السنة عندي خلاص في ستمبر عندي من 12 ستمبر واقف مفيش دوري خلاص انتهين عندي من 7 إلى 15 أكتوبر في واقف عندي من 11 إلى 19 نوفمبر واقف مفيش خلاص تعال بقى نشوف دوري أبطال الأوروب ما هم بعتنلك المرحلة الأولى لما نشوف في الدوري أبطال أفريقيا أفريقيا يعني أنت عندك من 1 يونيو خدت بالك لتلاتين يونيو ده موعد الإسلام اللاعبين وإضافة عشرة أيام ده الأسماء والكلام ده كله إضافة القواني دي عندنا أزمة فيها ومشكلة مش عارفت حتحلت زي الحقيقة نعم لديناك أكتر من فترة حددها للتحاد الأفريقي من 1 إلى 30 يونيو وعشرة أيام فترة سماح تيضاف فيها اسمين بدون غرامات المرحلة التانية من 11 إلى 20 يوليو يمكن إضافة لعبين مع غرامة 250 دولار لكل اسم المرحلة التالتة من 21 إلى 31 يونيو أنا بس بعقب عندي تعقيم ده تحاد الأفريقي أو الكاف هو مش حصالة هو مش عامل عشان نكسب منه فلوس هو يعلم أن العكة دي كلها هو اللي حضر الأفريق بالموسم اللي عمل ومع أخواننا في تحاد الكورة فأنت هغرامت إيه طب أنا هحدد أنا إزاي حقدر أحدد دلوقتي وأنا الموسم لسه مشبوك كده نادي الأهلي ده لا إزاي حقدر أفريقيا فيه إذا كان أنا مش عارف أنا هجيب مين من بره ومش عارف هستغني عن مين ولا عامل على الحاجة لأن الموسم ما انتهيش هعمل إزاي ومعرفش أنا حتى وأنا هترتبي الأجهزة الفنية بتاعتي هل هي مستمرة ولا مش مستمرة يعني كل ده عمله إزاي معنى كده أنك هتتفع غرامت لما فإنما تيجب بقى تعالى نشوف الدور تمهيدي أول من تسعة لأحداشر يعني خلاصة هو يعني الأستاذ عامر حسين الحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عنده من تسعة لأحداشر أول مباراة في بطول أبضال الدوري زهاب الثانية من تلاتة عشر إلى خمسة عشر السوبر إفريقي من ستاشر إلى تمنتاشر أغسس في دور الستاشر يعني كل الأهدية لغاية ما انتهي دور الأبطال ولكم فضرالية كل المواعد عندنا طب أنا ليه ما بحطش دي كده وابتدعم الجدول الدوري إيه الإشكالية اللي ظهر عندنا جديدة اللي هي البطولة العربية الوضع الطبيعي في البطولة الإفريقية الثالث والرابع بيأخدهم في الكونفضرالية يبقى الخامس والسادس أخدهم في البطولة العربية يمكن حد يقولك لا أنا لو عايز أشترك حيني نادي يقولك أنا عايز أشترك في البطولة العربية عشان نرويزة كبيرة لو عايز تشترك أبقى مش على حسابي ما لكش توقفات ما ليش تقولي بقى أنا عالدة الزامات دولية وقصد أنا نوقف عشي خر لأنه هو البهد للدنيا التوقفات فنقدر أعمل مش من غير توقفات وأقدر أعلنه من الأول يعني حضراتك بتقول أن يعني ترتيب ارتبطاتنا في الموسم الجديد محليا تراعي الالتزامات الخاصة بالبطولات الأفريقية أولا ثم تأتي رغبة الأندية من عدمه في المشاركة في طولة العربية يعني حييري نادي يعني الأهل اللاعب في مرة بفرقتين يعني اللاعب كان عنده فرقة بتلعب كان في إفريقيا وطولة إفريقيا وكان عنده فرقة بتلعب في كلها العربية عايز تلعب بفرقتين أنت حر عايز تلعب بفرقة واحدة يبقى أنت حتلعب لدى المضغوط لي مش هقجلك ولو أنه أولا مش هقجله حيظلم الفرقة لأصاده ما هو أنت حتلعب مع نفسك أنت فاهمني ما هو أنت لا بس ده هنا كمان ممكن يحصل تدخل في معايد المباراة لدرجة أنه ما يقدرش فريق مصري يحضر مباراة فبطولة يعني لهو عنده ارتباط أفريقي وقرر يشارك كمان فبطولة العربية وتعرضت المعايد ما هو لازم بالتحدي يحط القواني أصلاً وإحنا مش هنقلف إحنا مش هنقلف الاتحاد الإفريقي عنده الإعلان معنا هنا في الجداول دي السنة دي الموسم الجديد ده واللي بعديه طب ما أنا من هل يفترض أن يكون هناك تنصيق أم لا بين الاتحادين الأفريقي والعربي عشان ما حصلش تعرض في معايد المباراة يا سيد الفاضل أنا النهاردة أنا من النهاردة أنا عايز أحطهم يبقى أنا ممكن أخذ أنا في الكلام ده كله الأندية لو أنا عايز أحط ده يبقى أنا أحط الخامس والسادس طب أنت عايز أن ده المهرية بقى آله وجماله والكلام ده كله يبقى الوضع ده إزاي يعني أخذت بس لازم بعدنا شخصية لازم نقدر نقول أنه فيه نظام بس أو ما البره بيتعامل إزاي يعني طب الناس اللي تلعب كرة في العالم دي يعمل إزاي إنما العاك اللي حصل ده مش ممكن يتهي وعلى فكرة حنا لسه ما انتهناش منه لحد دلوقت ولا حننتهي لطولة كياس الأمم نحن لا نعلم الدوري حينتهي قبلها ولا بعدها ولا حد عارف المشاكل اللي ممكن بكرة تلاقي فيه مشكلة قائمة